اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من العام 2016 في هذه الحلقة الإطار الجامع للعناصر التي سأتناولها هو المقاربة وتعلم آلية المقاربة للتطورات والأحداث بعيدا عن صدمة الخبر صدمة الحدث المباشر بتعلم آلية اسمها الخط البياني رسم القياس أي أخذ المسار الذي سلكته الأحداث تطورها بأي اتجاه هل نحن نذهب من الأسوأ إلى الأشد سوءا من الأسوأ إلى الأقل سوءا من السيء إلى الحسن من الحسن إلى الجيد من الجيد إلى الممتاز هل نحن نذهب بصورة متعرجة من سيء إلى أسوأ إلى جيد إلى سيء رسم الخط البياني هو وحده الذي يمكن أن يفيدنا في استقراء الآتي عندما تتراكم وعلى مدى زمني غير قصير مجموعة من التطورات التي ترسم خطا بيانيا متصاعدا من الأسوأ إلى الأحسن فالأحسن 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 فهذا يعني أن القواعد الحاكمة التي تصنع الأحداث هي قواعد تفرض بالضرورة أن يكون هذا المسار له تتم تصاعدية باتجاه الأحسن عندما يكون العكس علينا أن نبقى ننتظر قعرا في هذا الهبوط في هذا الانحدار حتى نصل إلى المكان الذي يمكن أن تبدأ منه عملية إعادة التحسن وإعادة الترسمل باتجاه تغيير مسار الأحداث أو ما نسميه العد التنازلي لبدء الهجوم المعاكس أو لبدء المتغيرات العكسية مناسبة هذا الكلام وهو عنوان الحلقة هذه التطورات التي نشهدها سواء على الجبهة الأمريكية التصعيد الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران مشروع قانون العقوبات موقف ترامب التصعيدي على إيران في الأصل في الحملة الانتخابية الاتصال الذي قام به ترامب مع رئيسة تايوان وكلامه عن التأزم مع الصين وتهجمه على الصين عند الكثيرين هذه إشارات بنا عليها بعضهم استنتاج بأننا ذاهبون إلى تصعيد دولي أن الذي قيل عن أن خيار ترامب أو وصول ترامب إلى الرئاسة هو تعبير عن انتكاسة أصيب بها الخيار التصعيدي في أمريكا أمر يحتاج إلى تدقيق بدليل أن ترامب يعود إلى جولة من جولات التصعيد بصورة أو بأخرى وأن جولة التصعيد هذه تعبر عن ذاتها بأشكال مختلفة وأن أبرزها طالما أن إيران هي القوة الصاعدة الأساسية التي تعبر عن خط المواجهة والمقاومة والاشتباك مع السياسة الأمريكية فالتصعيد بوجه إيران هو أعلامة مهمة جدا سواء جاء من خلال مشروع قانون الكونغرس بإجماع جمهور ديمقراطي صحيح أن ترامب لم يتسلم الرئاسة بعد لكن هذه واحدة من التحديات التي تأتي متساوقة مع خطاب ترامب أصلا قبل الانتخابات وهو يتحدث عن أنه سيعيد النظر بالاتفاق النووي مع إيران وأنه يعتبر أن إدارة أوباما قدمت تنازلات كبيرة كذلك الاشتباك مع الصين وهي الدولة العظمى الشريكة لروسيا في صناعة المعادلة الدولية الجديدة كيف يعقل أنه من جهة يتحدث عن تفاهم مع دعوة للتعاون مع روسيا ثم تصعيد ضد الصين عن دعوة للاعتراف بحقائق الوضع الجديد في سوريا وصعوبة مواصلة السياسة القديمة بل انتحاريتها بالرهان على الإرهاب في وجه الدولة السورية وصولا إلى دعوته ولما لا نتعاون مع الدولة السورية وبالمقابل يذهب إلى التصعيد ضد إيران وافتعال أزمة معها قد تؤدي إلى فرط كل التفاهم على الملف النووي وأخذ المنطقة كلها إلى جولة مواجهة مفتوحة كالتي ترغب بها السعودية وإسرائيل فتخسران معه في سوريا لكن تربحان في المنطقة ككل لأن الاشتباك مع إيران هو مطلب سعودي إسرائيلي وإذا تمت تلبيته من خلال إرادة أمريكية أو تورط أمريكي أو انزلاق أمريكي فهو سيأكل في طريقه كل المنطقة يعني ما بيعود فيه إمكانية لتحييد الاشتباك حول سوريا من دائرة النار التي ينتجها الاشتباك مع إيران بالتالي إذن إدامنا من يقول أن هذا الذي يجري يدل على أننا ذاهبون مع ترامب إلى إدارة تصعيدية إدارة حربية إدارة جمهورية بالمعنى التقليدي الذي كنا نعرفه مع الجمهوريين بأنهم الأشد تصلبا والأشد تطرفا والذين يؤمنون بالقوة الصلبة كما يقال أي استخدام الجيش واستخدام التدخلات العسكرية ندقق هل هذا صحيح؟ أين هو الخداع البصري؟ الخداع البصري بمظهر الانكفاء والجوهر الصحيح هو التصعيد أم العكس؟ الخداع البصري هو بمظهر التصعيد والجوهر الحقيقي هو بالانكفاء هذه هي المعادلة الأولى التي سنحاول تبينها المعادلة الثانية مرافقة أيضا في ظل ما يجري في شرق حلب ناس بعد تطورات عسكرية متسارعة بدأت تتحدث عن ساعات وتصبح شرق حلب بيد الدولة تدخل القوات العربية السورية إلى أحياء تشن عليها هجمات معاكسة تشهد مد وجزر في بعض الأحياء تقدم ثم تراجع البعض يتساءل هل نحن أمام موقف تركي فرنسي أمريكي نقاش في مجلس الأمن سيؤدي لتقديم رافعة المسلحون يتحدثون عن إمكانات جديدة وصلتهم رغم كل الحصار وأنهم في دائرة الإعداد لهجوم معاكس يعني أيضا استقراء هذا الوضع العسكري واتجاهته كذلك في لبنان الذين يتحدثون عن أزمة يواجهة حزب الله فإذا كانت العملية التي انتهت بوصول العمادعون إلى رئاسة الجمهورية تعبر عن إنجاز لحساب حزب الله فإن المأزق الحقيقي هو الآن حيث حزب الله يواجه تشضي تحالفاته فحركة أمل في جهة والعمادعون في جهة أخرى ويبدو التقريب بينهما صعبا وتبدو الأزمة مفتوحة على إمكانية لا حكومة وإذا بقيت لا حكومة فهذا يعني تآكل العهد هل هذا هو المشهد؟ يعني أنا هون عم أدعو أبو المفوت بتفاصيلهم حلقة حلقة حتى باليمن إنه منصور هادي مطلع بياني اليوم اللي بيسمعه بيقول هلأ الحرب مبلشي إنه بدو نفي السيد الحوثي ورئيس علي عبدالله صالح إلى خارج البلاد لعشر سنوات هذا شرطه للحل وامتناعون عن ممارسة العمل السياسي طيلة هذه المدة يعني اللي بيسمع هالكلام بيقول أبصر شو عم بصير باليمن إنه عنده جحافل وجاي وهاجم وهلأ هو على أبواب بيوتهم يعني ويقول تسلموا أو أدخل البيوت هل هذا هو الوضع؟ يعني حتى ما نضيع أنا عم بدعي إلى نتفق على المنهج ونتعلم المنهج لأنه بس تتعلم المنهج بصير سهل نطبقه في أماكن كثيرة وهون بروي هيك شي بسيط واحد بيكون مريض بالسكري بيبطل يشوف بعينه بيروح لعند الحكيم بياخد علاجات بياخد أدوية بيعمل يعني برنامج تخيلوا إنه بعد سنة عم بيقول له حكيم بس إنه أنا بعد يعني بس طلع أقرأ ساعة أو أحضر تليفزيون ساعة وراء بعض بشوفه شوية غباشي بيقول له الحكيم وين كنا وين صرنا صحيح إنه بعد في مشكلة مين قال إنه أمريكا صارت صديقة للشعوب وبصارت مسالمة وأعلنت استسلامها وبدت إلا لروسية وللصين ولسوريا ولإيران ولكل شعوب الأرض خذوا ما سلبته منكم طوال قرن من الزمان وأكثر واستردوا حقوقكم السليبة وأنا أررت انتحر وهي الشركات بدت تحل حالها وهي المؤسسات الاقتصادية والعسكرية والأمنية القائمة على الهيمنة بدت تتواضع وبتتنازل وبتقبل بميزان العدل يعني حدا برأسه هال فرضي الاستحالي أن تكون قائمة وبالتالي الحكي عن أن علينا عندما نقول انكسار منطق الحرب بأمريكا أن نتوقع يعني اللغة الوردية واللغة المعسولة واللغة الهادئة والعقلانية والتواضع هذا بيكون معم يقرى سياسي وبالشغل سياسي هاي استحالي أن تحدث وين كنا وين صرنا بهالمقياس بدنا نقرأ نحن أبل سني ما كان كل ما يجري الحديث عن وقف إطلاق نار في حلب ننتظر ماذا ستقول أمريكا وهلأ العالم كله ينتظر ماذا تقول روسيا ما كان يكفي حتى يحدث أي تفاهم أي إطار للأزمة في سوريا أن يتحدث كيري واليوم العالم كله ينتظر ماذا يقول لابروف طيب نحن أبل سني دخلكم مش كان قلقنا على الشام الآن نتحدث عن أنه حلب يومين والله بجمعة يعني أنا مبارحة بيسألني واحد قال لي شو 48 ساعة قالت له عم هتكون شوية يعني خلينا نقول لنهاية العام حلب هون عم أقول الخط البياني تعالوا نقرأ الخط البياني وين كنا وين صرنا تعالوا لنقرأ هيك نبلش بمجموعة من العناصر في القراءة بكل اللوحة الدولية والإقليمية واللبنانية والسورية واليمانية نأخذ أي مكان نريد ونقرأ فيه نبلش لنقول سنة 2012 كان فيه انتخابات رئاسية في أمريكا الولاية الثانية لأوباما وكان فيه انتخابات رئاسية في فرنسا وكان التباري بين المرشحين بمن يتبنى بشدة أقوى الدعوة لإسقاط الأسد اليوم فيه انتخابات رئاسية مرت في أمريكا وانتخابات رئاسية على الأبواب في فرنسا والتباري بمن يدعو للانخراط والتعاون مع الأسد هذا بياء إشارة مهمة والله عادي بين حتى مع إيران ترامب شو قال قال إعادة التفاوض قال الذهاب للحرب داخلكون حدا سمع منه هذا الكلام تأديب إيران بالقوة العسكرية لكان خطاب أوباما على فكرة إن الخيار العسكري لا يزال على الطاولة بقلب المفاوضات صار السقف في كل الخطاب الأمريكي الجمهوري الديمقراطي المعد ضد شوي تفاوض إنه هاي بالمفاوضات بركب نعيد فتح التفاوض على بند معين لأنه ممكن نحسن بشروطنا أكثر وهون أنا بلكن حتى العقوبات هاي هاي العقوبات ممكن ترتد على أمريكا بصورة لها يعني أول ما لها آخر لأنه حتى بلغة التفاوض أنت العقوبات يعني أنت عامل تفاهم بدك ترجع تفتح تفاوض من قلب التفاهم في آلية لكيف يفتح التفاوض وبدو موافقة الخمسة زايد واحد وبدو قبول إيران وبدو قبوله لأمم المتحدة هل يجرؤ ترامب على الحديث عن إلغاء التفاهم النووي مع إيران ولوين بروح كنا بلغة اسمها تكسير راس إيران تجريد الحملة العسكرية على إيران صرنا بلغة كلها سقفة شوية التفاوض مع إيران حتى التخبيصات طاعت ترامب اللي بتحكي عن الصين أنه الصين خبرتنا بدي تنزل سعر عملتها حتى بدي نخبرها أنه منا نحكي مع رئيس التايوان ويستقبل الديلي لاما كمان يعني أنه هاي شو بتقدم وشو بتأخر السؤال هو هيك هل نحن أمريكا أمامنا قوة عالمية تترسمل للذهاب إلى حروب جديدة أم قوة عالمية تلملم بعضها لتنكفئ عن الحروب التي خاضتها هذا هو السؤال هل هي عم تلملم بعضها بدها تضمن أنه خسائرها تكون أقل بدها تضمن إلها مواقع يعني في حجم جديد لأمريكا هذا الحجم الجديد خصومها عم يضغطوا باتجاه أن يكون أقل ما أمكن وهي تقاوم ليكون أوسع ما أمكن بس هذا بقلب التراجع عن الحجم القديم نحو الحجم الجديد هذا التحول في الحجم الأمريكي في السياسة الدولية هذا الانتقال من أمريكا المهيمنة على كل شيء إلى أمريكا الحاضرة في بعض واسع وكثير من الأشياء ولكن ليست مهيمنة على كل شيء هذا حدوده بعدها مش واضحة وهذا حدوده ما بتتوضح إلا باشتباكات وتصادمات والانتقال من أمريكا المحاربة إلى أمريكا المفاوضة لا يعني انتقال إلى أمريكا المسالمة وأمريكا بيدها أوراق قوة وهي تفاوض وهذا الذي اكتشفته أنا حكيت عنه بوحدة من الحلقات قلت أن أحد أهم أسباب التحول الذي تعيشه أمريكا هو اكتشافها بأن أضعف ما بين أيديها من أوراق قوة هو جيشها هو تورطها في الحروب وأنها في الحروب لا تستطيع أن تلاقي خصومها بذات البسالة والشجاعة والقدرة على بذل الدماء والقدرة على تحمل الاشتباك هي حصيلة حرب العراق وهي حصيلة حرب أفغانستان وهي حصيلة الغزوة الإسرائيلية في لبنان 2006 وحصيلة حروب غزة كل تجارب الغرب بما فيه نخبة النخبة فيه التي تمثلها إسرائيل تقول هذه التجارب بأنه لم يعود غربا محاربا لكن لديه خطوط دفاع قوية يستطيع من خلالها أن يملك أوراق قوة التفاوض وهنا أنا حكيت إذا بتتذكروا عن أربع أنابيب تملكها أمريكا قلت أنه دولة الأنابيب صارت أمريكا تستطيع أن تتحصن وراءها وتقول انتصر عسكرية أنت إيران بنيت قوة عظيمة بنيت ملف نووي عظيم لتشرعني هذا الذي بنيتيه ما بدك عودة للمعاملة البنكية كل بنوك العالم مربوطة بنيويورك ولبين ما يصير فيه مرجعية بنكية موازية لدول لبراكس اللي معها تلتة رباع سكان العالم روسيا معها الصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل واقتصاديات مهمة ومواد أولية الأهم وعدد سكان الأهم لكن بالآخر العمل المصري فيه تقاليد وقدرات وإمكانات بينما يملكه الغرب وعلى رأسه أمريكا وما تملكه كل دول لبراكس مجتمعة فيه خمسين سنة بعد إذا اليوم قررت الصين وروسية والهند أنه بدون يعملوا سباق مصرفي يستثمروا عليه ليبنوا بنوك ذات عراقة وذات تقاليد وذات قدرة وتستقطب حركة الرسميل وتشكل منافس ويعملوا عملي يمكن بديلي للدولار يعتمدوها بدون خمسين سنة إذا كان منهاتن تشيز منهاتن بانك لحاله موازنته قد موازنت روسية نحكي الأمور بحجمها بحقيقتها فتحتمي أمريكا كيف إسرائيل تحتمي وراء الجدار تحتمي أمريكا وراء جدار مصارفها وتقول أنه طيب أنا بعاقب كل من يتعامل مع إيران بأنه شكاته ما بتمرؤ بمقاصة نيويورك ليش فيه تشيك بالعالم ما بيمرؤ بمقاصة نيويورك أدخن مصرف بالصين كانت بعلاقاته مع إيران استحقاقات لما تهدد من الأمريكان أنه مشتبك عن اللائحة في المقاصة بلغ الإيرانيين لتواجزونه ما بقدر تعمل معكم وبالتالي هذا الأنبوب المال تدفق المال وحركته تتم عبر أنابيب بالعلاقات المصرفية محورها مركزها الحنفية طبعها بيدا ماركا أنابيب المعلومات وعطيت مثال أنابيب المعلومات مش بس فيسبوك وتويتر وهذا أنابيب المعلومات هي تدفق كل الحركة بين يعني اليوم لما بتحكي تجارة لما بتحكي تحويلات مالية لما بتحكي حجز مضائع بواسطة شو بصار بتم كله بواسطة شركات المعلومات المتحكم بأنابيب المعلومات أمريكا وجبت مثال أنا قلت إذا فيسبوك لحاله عنده 634 أمار وإذا مجموع ما عنده اللي بريكس كلها ما بيطلع 100-200 أمار هذا فيسبوك لحاله بعد ما قلناك الأمريكا قد وبالتالي تحتمي أمريكا وراء أنابيب المال وراء أنابيب المعلومات وراء أنابيب الدبلوماسية طيب أنت ما بدك تشرع النصرك يا إيراني بأنك فزت في ملفك النووي بدك توقيع بدك سفارات بدك علاقات دبلوماسية بدك حضور مؤتمرات وتواجد في العياة الدولية هذا أنا بعطيك إياك أمريكا لا أحد في الغرب وأغلب من في الشرق يجرؤ أن يفتح معك العلاقة الدبلوماسية الطبيعية بدون الرضا الأمريكي وبكرة لشورية انتصرت بدك تسترجعي سفارتك بفرنسا ببريطانيا بأمريكا بدك ترجعي على المؤتمرات والمؤسسات والهيئات بدك تعملي تفاوض مع أمريكا بدك تنرفع العقوبات عن مصارفك عن تجارتك عن نفطك بدك تفاوضي أمريكا بدك تكوني جزء من عالم المعلومات وتدفق المعلومات وما تنمنع وتتسكر شركات المعلومات عندما تفتح من سوريا بدك تفاوضي أمريكا ويبقى حد هول يعني لما بنقول هاي الأنابيب النفط والغاز يعني أنابيب الطاقة بالآخر عندك نفط وعندك مستهلك للنفط في بيناتهم الأنبوب اللي بيوصل من المصدر إلى السوق وهذه الأنابيب تملكها الشركات الأمريكية وبالتالي أمريكا تنتقل من الحرب إلى المفاوضة لا يعني أن أمريكا تستسلم يعني أن أمريكا تترسمل على مصادر قوتها التي اكتشفتها أنها أهم من قوتها العسكرية فحطت قواتها العسكرية على جنب لتقول لها وظيفة وظيفتها ليست تطبيق السياسات وظيفتها رد الاعتداءات هذا اللي عم بيصير بإعادة صياغة منظومة الأمن القومي الأمريكي يعني اللي عم يحكيه الجنرال مايكل فلان اللي هلأ تسلم مستشار أمن قومي عند ترامب شو عم بيقول عم بيقول أن احنا لازم نبني قوة عسكرية سريعة قوية مرنة مجهزة تقنيا خفيفة الحمل للردع حيث نتعرض للاعتداء حيث نتعرض للتهديد نحدد الحالات التي يمكن أن نستخدم فيها القوة العسكرية وما عدا ذلك تحت مظلة الأمم المتحدة في الحرب على الإرهاب في إعادة ترسيم مش من موقع الضعف من موقع تعلم الدروس والاحتماء وراء مصادر القوة ومصادر القوة موجودة لدى أمريكا لكنها لا تبيح لها الهيمنة الهيمنة بدأ احتلال ما فيك تهيمن بلا الاحتلال بدون الاحتلال فيك تفاوض على موقع جيد ومن بين شعوب العالم وبين قادة العالم وبين حكام العالم الأحرار الشرفاء لا يريد أن يفاوض مع أمريكا على ما هو حقوقها ومصالحها يعني مين اللي حط برأسه إنه بده يلغي أمريكا ويشتب أمريكا إنه أنت بتنتج نفط ما بدك حدا يشتري أهم مستهلك للنفط ومشتري للنفط بالعالم هي أمريكا بدك تستورد تقنيات وأمريكا تنتجها ما تستوردها من أمريكا بدك تحجز سيرفرات لحتى تحط شبكات معلوماتك وهي متاحة بظروف أفضل وبأسعار أرخص وبتقنيات أعلى باكتبعت أولادك يتعلموا بجامعات مرموقة تبعت وفود من دولتك لتتعلم خبرات معينة جديدة وأساسية في مجالات معينة شو بتعمل؟ وبالتالي بهذا المعنى إذن نحن علينا أن نفكر بطريقة عملانية عندما نقرأ الوضع الجديد عندما نقرأ السياسة أننا أمام مشهد الخط البياني فيه شو الخط البياني؟ الانتقال من إله الخط البياني فيه هو انتقال من أمريكا المحاربة إلى أمريكا المفاوضة من أمريكا المكشرة عن أنيابها الجاهزة للخوض في الحرب إلى أمريكا العاجزة من الحرب المنتقلة إلى وراء خطوط دفاعها المدافعة عن مصالحها واللي بيسمع لك الحال لافروف جوهما يحكي عن حلاب وعن بيقولوا أنه نحن واثقون من أننا سنتمكن مع الأمريكيين من الوصول إلى صيغة تؤمن خروج الجماعات المسلحة من حلب وأن هذا سيكون هو المخرج الوحيد الذي يمكن الوصول إليه لما منسمع هنا الحكي للافروف ومنسمع كلام كاري اللي عم بيقول فيه أنه نحن نعم في حل سياسي والحل السياسي سيكون بشراكة الرئيس الأسد وينتهي بانتخابات تقرر فيها الإرادة السورية من تريد في المناصب السيادية للدولة هذا الكلام هو أطروحة الدولة السورية هي طرح الرئيس الأسد مبادرته وهذا اللي كان مرفوض أمريكيا بقوة ماذا؟ بقوة التهديد بالتدخل العسكري الآن مش يسقط التهديد هو ساعة من 2013 تسقط مفاعله اللي معها التركي واللي معها السعودي واللي معها الإسرائيلي واللي معها القاعدة وتنهض مقابلها قوة عسكرية تهدد بالتدخل اللي هي فيها حزو الله وفيها إيران وفيها روسية بالإضافة إلى الجيش السوري والشعب السوري يعني عم نشوف المشهد مقلوب ولا ما عم نشوفه عم نشوف أنه بدل ما كنا عم نتحدث عنه تركيا التي نخشى أن تدخل الحرب هلأ عم نتسأل أنه عم يشو قصة تركيا كأنها متخلية عن المسلحين بحلب مشاهد ما المهم عواطفها وين ولسان أردغان الطويل وين المهم ذراعها وين دباباتها وين طياراتها وين متجهة إلى حلب ومخترقة الحدود جحافل الجيش التركي وتعلن ساعة صفر على الجيش السوري أن يخلي حلب وإلا سمعتوا هيك شي؟ شفتوا هيك شي؟ ألم يكن هذا هو التهديد التركي؟ لآن منسمع الدولة السورية تهدد كل طائرة تنتهك الأجواء السورية ستسقط بوقف التركي مع بعض طيارات كل تقرب باتجاه مدينة الباب سيعامل بالقوة المناسبة بوقف التركي على حدود الباب طيب هذا ما بيعني انقلاب في المشهد حتى بالموضوع الإيراني إيران موجودة في سوريا ولا مش موجودة؟ علناً عم بحكي علناً علناً الحرس للثوري علناً موجود في سوريا ولا لا؟ علناً موجود في العراق ولا لا؟ متخيلين أنتو شو معنى أنه دولة موجود جزء من بنيتها العسكري النظامي على مدى الدولتين الأخطر والأهم طوال القرن العشرين في معادلة الشرق الأوسط لنسوريا والعراق إيران التي تدعو لتدمير إسرائيل وإزالتها عن الخارطة قوتها العسكرية النظامية الأولى اللي اسمها الحرس الثوري مين؟ فيلق القدس المعمول لفلسطين وين موجود؟ بالعراق وبسوريا وبلبنان هذا انقلاب مش عادي وشو قادر الطرف الآخر يعمل مقابيلو؟ شو قادر؟ بيعمل حرب باليمن لحتة يسحق الحوثيين بيصير عم بيحاول يفتش عن حل معهم بيجي جون كيري على مسقط لا يجتمع بالحوثيين جون كيري وزير خارجية أمريكا ولو بيصحله يستقبله السيد حسن كان مبارع عنده لكنه بيعرف ما حيستقبله وهو لم يبقي أحدا ما هو بدي يكمل بذات طريقة القياس النسبي يعني شو الخط البياني؟ كيف يرتسم الخط البياني؟ مثل ما انتقل قادة العالم من التباري في انتخاباتهم أمام شعوبهم من يتعهد بإسقاط الأسد صاروا عم يتباروا بمن يتعهد بالتعاون مع الأسد صار لا يربح فرانسوا فيون على ماري لوبان بفرنسا بده يبين أنه هو أقرب للرئيس الأسد منها هي بتقول له أنا أبلك كنت عمقول بالتعاون مع سوريا أنت كنت ماشي مع ساركوزي بتصعيد الحرب على سوريا بيرد عليها بأن لا أنا كنت مخالف ساركوزي برأيه صار من الأشطر؟ بالقول أنه أكثر اقترابا من التعاون مع الرئيس الأسد بتخيلين هذا التحول ماذا يعني؟ بعدما كان التنافس الرئاسي الفرنسي في الجولة التي سبقت هو من يرفع السقف في التحدي لسوريا وجيشها ورئيسها أنا بدي سلح المعارضة أنا بدي أبعد كذا أنا بدي أعمل كذا كان هذا كان هذا هو التسابق والتنافس والتباري في الخطاب السياسي فهون عم نقول وين كنا وين صرنا ليكم بلبنان مثلا حدا منكم من سنتين كان عنده يعني يقين بأنه تمترس حزب الله وراءه يعني سماحت السيد لما بيقوله أنه ما فيه إلا عون رئيس جمهورية أنه تصبط معه أنا يمكن كان عندي هذا اليقين بس أنا خليني أحكي هيك بالمباشر بالقوى السياسية بالتحى المحللين بالباحثين بالصحفيين بالإعلاميين بالسفراء أغلبهم كان يعتبر أن هذا نوع من التعجيز هذا نوع من التعجيز للتفاوض أنه حزب الله بد ينيم قصة الرئاسي هلأ لبينما تخلص المنطقة فرفع سأف مستحيل وقال ما منقبل إلا بميشيل عون لأنه عارف ما رح يركب وبالتالي هذا بيعطيه فرصة أنه لبنان بلا رئاسي إلى أن تنتهي ملفات المنطقة ومعاركها وبالتالي في هذه الحالة يستطيع أن يفاوض ويقول أنه طيب يا جنرال مشينا فيك ثلاث سنين أربعة سنين الهيئة الأمور مش ماشي والبلد بده رئاسي تعال نشوف كيف نتفاهم ما حدا كان بحسابه أن هذا المشروع واقعي وأن هذا المشروع قابل للتنفيذ وأن الآخرون الذين وصلوا إلى حد إعلان الحرب على هذا الترشيح تراجعوا والآن يتسابقون في الدعاء من منهم أكثر تبنيا يعني بيطلع سمير جعجع هلا بيقولوا أنه أنا أقرض أنا اشتغلت للجنرال عون أكتر من حزب الله وبيطلع سعد الحريري يقول حزب الله عم بيعطل الحكومة قبل ما نوصل للحكومة ما هي مثله مثله نفس الشي الحكومة أهون والله هلا تتخيلوا هيك شو هي أضايا الحكومة هلا أنه جنرال عون والنائب سليمان فرنجي والرئيس بري اللي هني بالآخر حلفاء لحزب الله تليتتون يتفقوا على التشكيل الحكومي ها والله خصوم حزب الله الألداء سمير جعجع وسعد الحريري يقبلوا بميشيل عون خذوا أبو القياس العقلاني يعني رجعوا لسنة لورا وقولوا أيهما أسهل ما كان بعد مرشح سعد الحريري سليمان فرنجي ولا كان في خلاف هيك تخيلوا أنتو في العماد عون في الرئيس بري في النائب سليمان فرنجي ثلاث حلفاء لحزب الله اختلفوا على القضية ما أيهما أسهل جمع هؤلاء على كلمة سواء فيها تسوية بينهم أم جلب سعد الحريري من ورائه السعودية وسمير جعجع والله أعلم من ورائه للقبول بما يقوله السيد حسن بأن العماد عون هو المرشح الرئاسي الوحيد أيهما طيب إذا كانت هاي هي الأصعب وصارت وما حدا كان بيتوقع أنها تصير وصارت يعني وين كنا وين صرنا كان سقفنا أن نحمي دمشق صرنا هلأ مش أبلانين ناخد حلب بعد أي أنت الباب أي أنت الرقة ودحقنا طبعا بس أنا عمقول عندما تكون الأمور في هذا السياق فعلينا أن نرسم لها إطارا أن نقول نعم إن اليد العليا في معادلات المنطقة قد بات ثابتا قاطعا أنها لصالح محور المقامة وأن هذا المحور هو الذي يكتب تاريخ المنطقة وأن المحور المقابل مش مضعضاع أكثر من هيك مهزوم لكنه يملك حجما كبيرا يحاول أن يبحث له عن مكان يتسع لقدر ما من حجمه السابق وهذا مثل إذا عم تحط واعة بين مجموعة أوعية في ضجيج وفي صخب وفي تدفيش كواع إذا واحد دب بدك تفوته بين مجموعة غزلان في محل معين بده يدعو سعى إجرين وبده يلكوع بخواصر لحتى يقدر يلاقي محل يتسع له بعدما كان هذا الدب مسيطرة على مساحة منع غزال من الغزلان يقربه منع نمر من النمور تقرب واقع الحال أن هذا هو المشهد الآن حجم تركيا اللي كان حلم بحجم العالم الإسلامي كله تحت عنوان الإمبراطورية العثمانية الجديدة وتركيا هيك هيك أنه تركيا ليه قولنا محلي خي ما لأنه تركيا حراب والله بين تركيا تركيا اللي بده تاكل من تونس لأندونيسيا لأذربيجان لكزاخستان أنه هذه كلها إمبراطورية العثمانية بلا تكون تحت الباط للقرم كان عم يحلم بالقرم وبينها تركيا يا خي ما لأ شيء بده جرابلوس وما فيه جرابلوس لكن أنا عم أقول الآن هذا التموضع بين السعودي اللي كان لا تسقط شعرة في رأس أحد في العالم العربي إلا وهني إيدون فيها كل الطبخات العربية من سنة الـ 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 79 من يوم كامب ديفيد وجاي ما في شيء بالعالم العربي بيصير إلا والسعودية يلاقيد فيه إنه تصير السعودية تقول له لأسعد الحريري روح أنت زبط وضعك وإذا زبط معك الفيلم وابلولك تعمل رئيس حكومي مقابل أن ترتضي بانتخاب العماد ميشيل عون طرعا إحنا بنجي بنحاول نركب الموجة هاي السعودية هاي اللي تعودنا عليها هذا هو الحجم التقليدي التاريخي للسعودية إنه هلا بيعد بيزاود منصور هادي بدي وبد وبد بتعرف شو بده منصور هادي عم بيفاوض عم مبلغ تعويض نهاية الخدمة الذي سيعطيه إياه السعوديون السعوديين التزموا لكيري بالمبادرة وقالوا لعطينا شهر لحتى نرتب الأمور لأنه بدون يحافظوا على جماعتهم اليمنيين لأنه بلاهم هن بالآخر بيطلعوا مسلمين اليمن لا إيران ولحلفاء إيران والقوى الوطنية اليمنية تفاديا لهذا بدون يمسكوا جماعتهم ويحاولوا يصلوا بوضعهم لا يحجزوا من خلالهم مقعد في اليمن القادم هذا بدون خلونا نشوف كيف نرتبها هوليك المرتزق اليمنيين وعلى رأس منصور هادي وجماعته عارفين عارفين هلأ الحشرة السعودية بالتراجع وبالوصول لتفاهم وهذه الحشرة السعودية سبب الوضع على الحدود وسبب الإفلاس المالي يعني لما بتوصل السعودية نتقبل بتفاهم نفطي مع إيران ومع روسية يؤدي إلى تخفيض إنتاجها باليوم ثلاث ملايين برميلة ويزيد الإنتاج الإيراني مليون ونص مين ربحان ومين خسران بس لتحفظ أنه بركي من هون لاستشور بيرجع بيتحسن السعر بالسوق لأنها هي التي بدأت في استعمال حرب الأسعار أملا بأن تدخل روسيا وإيران بالإفلاس وكلنا بنذكر كانت يعني هذا بالقياس والخط البياني بين السعودية التي كانت تهدد بإفلاس روسيا وإيران وأنه بنحمل سعر النفط يصير البرميل بعشرين لنركعكم وخسرت روسيا 300 مليار دولار بالسنة روسيا اللي بتنتج 11 مليون برميل لما بينزل سعر البرميل 100 دولار كان 140 صار ب40 134 وصل لحد تحت 34 شو بيكون مليار باليوم مليار دولار كل يوم خسارة روسيا على أمل روسيا بتركع بتركع وين المعركة الفاصلة بتركع بسوريا لما بتكون روسيا يعني السعودية مع روسيا هيك ومع إيران اللي كان انتاجها لإيران مليونين برميل على المليونين يعني تقريبا 200 مليون باليوم حسبوه على سنة 67 مليار 60 تسائر وتصمد إيران وتصمد روسيا طيب هذا كان الخط البياني انه سعودية هالأد مرتاحة هالأد بتهدد هالأد مستشرسي وبين السعودية تتسول تتسول عملت اجتماع بالجزائر للأوبك قبل ستة شهر فشلت في الوصول إلى التفاهم رفضت إيران كل العرض السعودي دخلوا بقمة بكين راحوا يتوسطوا مع الروس ليحاولوا يلاقوا حل يلاقوا مخرج تفقوا على المبدأ التعاون في السوق النفطية وقعدوا يقدموا عروض ويشيلوا عروض لوصلوا بالآخر إلى هذا الاتفاق المذل والمهيم للسعودية والمحقق لموقع قوة لإيران في السوق النفطي انها ترجع كما كانت قبل العقوبات 3 ملايين ونص وتعود الحصة اللي فاتت عليها بالعقوبات هذا شو وين كنا وين صدنا هاي المعادلات التي أقول بقياس الخط البياني تعالوا نقرأها تعالوا نقرأ اليمن اللي كما قلنا هذا منصور هادي اللي كان مين سامع فيه له منصور هادي السعودية هي اللي عم تقاتل شو منصور هادي شو عنده لكن يوم هو عنده ورقة انه بدي فل أنا لانه الاتفاقية هيك بتنص اللي وقع عليها السعودي بتقول منصور هادي بيسلم لنائب رئيس متفق عليه السلطات الدستورية بروع البيت عال بدي تعويض نهاية خدمة وإلا ما بخلي الحل يمرو ما بتكون توقيع عليه ما أنتم متخبيين ورا أنكم مع الشرعية وكل العالم اللي معكن الأمريكاني والأوروبي ولهذا عم بدأ على الطبل اليابني بيشو مع الشرعية ايه أنا الشرعية أنا منصور هادي الشرعية ما بمضي لأقبض أبضوني خود خمسين مليون ما بيكفوا خود مية بدي يوزع لجمعتي ها هي مفاوضة منصور هادي لا حدا يصدق كل الكلام هادي أنه بدي علي عبدالله صالح والسيد عبد الملك الحوثي يجب أن يمتنعه ويبعده وينفيه شاية تخريف هادي نحطوا لي بعض كمان هادي يعني وزيد شو بتكون بزيد هلا وممكن يطالب بأنه مش بس يسلموا سلاحهم بدهم يستسلموا لفوتهم على الحبس هاي التسوي لا يؤبض لأنه لا ما كان له في يمن الغد شرط التسوية التي تم الاتفاق عليها كاري السعودية الحوثيين تفقوا هذا اتفاق مسقط بيقول أنه منصور هادي بفل بيجي نائب رئيس متفق عليه وسمي أبو بكر القربي أن يكون هو نائب الرئيس أو بحاح وهذا النائب الرئيس يصبح رئيسا مؤقتا مع حكومة مؤقتة تشرف على انتخابات واللي بممنوع يتعاطى عمل سياسي هو منصور هادي مش علي عبدالله صالح والسيد عبد الملك الحوثي وبالتالي إذن نحن أمام خضاع بصري هذا الخضاع البصري يوحي بالعربدة الكلامية طلعوا هلا وين وين العربدة الكلامية نسمع حكي عالي من منصور هادي نسمع حكي عالي وفشخرة من جماعة المسلحين في حلب ومنسمع حكي عالي هيك على ذات العيارها من ترامب حتى على الصين وحكي عالي بالكونغريس على إيران في الواقع الأفعال والأقوال قليلوا الأقوال كثيروا الأفعال وقليلوا الأفعال كثيروا الأقوال هاي القاعدة الآن اللي ما قادرين يعملوا شيء إلا الحكي بيحكوا واللي قادرين يعملوا وغيروا في الواقع أفعالهم بتحكي سمعتوا شيء الرئيس الأسد عم بيقولوا أنه منعمل ومنسوي بحلب لا لأنه عم بيعمل بحلب ليش ما ديقول ما الوقائع تتكلم ما لما بتكون التل عم تتسلم ولما بيكون خان الشيح عم يتسلم ولما بتكون الغوطة عم بتدق ساعتها ولما بيكون ادلب عما تحسب بتتحسس رأبتها ولما بيكون ولما بيكون ولما بيكون ليش بيحكي بيحكي اللي الأفعال تقول عكسه اللي الأفعال بتقول له عم تنهزن بتقول له عم تخسر بتقول له ما بقى إليك حساب فبيطلعوا بيصرخ أبدا أنا إلي حساب لذلك نحن نسمع الأصوات العالية نسمع الصراخ من السعودية من عدن من واشنطن من باريس من أنقرة من إسرائيل لكن الأفعال تسموه في مكان آخر وهون أنا جبت مثال لتقول لكم كنا قبل سنة ننطر كاري شو بدي يقول قبل سنتين أكتر ونخاف أنه وأنا بلكن نقاشات كانت تصير بين القوى والقيادات والحلفاء أنه لا يقوم لافروف يورطنا ويقبل بشي تدازل كبير طبعا أنا كنت واثق وبعرف أنه روسيا شو حساباتها وشو معادلاتها بس بدي لكم هذا قلق كان موجود اليوم اللي عم يحكي لافروف الواحد مننا يعني لا يملك سعة فرح يتسع لما يقوله أنه عم يطلع بقول لا حل ببقاء أي مسلح من المسلحين في حلب أي مسلح حتى الذين يقبلون بالحل السياسي يخرجون جميعا وكل مسلح يرفض الخروج من حلب سنقف مع الدولة السورية في معاملته كإرهابي هذا الحكي قبل بستة شهر كان غير هيك قبل بستة شهر كان خروج النصرة والجماعات المسلحة الأخرى إذا قبلت بخروج النصرة منقدر نعمل معها تفاهم أن تكون جزء من اتفاق الهدن بتتكروا وتذهب إلى الحل السياسي هلا ما لهم محل بالحل السياسي ولا في هدنة واجتماع الخبراء التلاتة المساء وسينتهي خلال ثلاثة أيام أربعة أيام ممكن نهاية الأسبوع نبدأ بتطبيق اتفاق خروج كامل إذا ما سبقوا الحسم العسكري هذا هو التحول هذا التحول الكبير الجاري في المنطقة بل في العالم بدنا ناخده بعين الاعتبار وبدنا نقول بناء عليه كل المشاهد التفصيلية المحلية بدنا نقراها بعين هذا التغيير الكبير نحن أمام مرحلة انتقال هاي مثل المرحلة بعد الحرب العالمية الثانية مثل المرحلة بعد انهيار جدار برلين بتاخد وقت تتذكر روسيا بعد انهيار جدار برلين بقيت عشر سنين بحال تغيبوبي كوما أيام يلتسن من التسعين إلى الالفين لو وصل بوتين إلى الرئاسي بالالفين لبلش الصعود لحتى بلشنا نلمس نتاجه بالالفين وعشرة يعني قبل شوية كنا الفين وسبعة بأورسي تيا لما دخل الجيش الروسي بعد حرب تموز في جنوب لبنان وظهور انكانية الرهان والاستثمار على القوة وانه امريكا ليست تلك التي نقيم لها هذا الحساب بس لكن كلمة إلها الوقائع لصالحها كلمة إلها يعني تحول الكبير الآن بدأت تاخد دولة عظمة مثل امريكا مكانها الجديد الذي يضيق عليها الكرسي الجديد أديأ من اللي اعتادت تعود عليه الكرسي اللي بتعود عليه تركيا أديأ من اللي اعتادت تعود عليه اسرائيل كذلك السعودية كذلك هاي الاحجام وفيها سجالات وفيها تفاوض وتصادم لكن الاتجاه الذي يحكمه الخط البياني الذي يحكمه أنه التنازل بده يصير من هذا الطرف مش من طرفنا مش محور المقامة اللي بده يقوم من التنازلات محور المقامة له رؤية واقعية مش طالب المستحيل أنه بلبنان لما حزب الله قال العماد عون هو المرشح الرئاسي ما كان طارح عم بيقدم فيه عنصر من حزب الله من طائف المسيحي يقول هذا رئيس عم بناء أكبر زعيم مسيحي في لبنان وصاحب أكبر كتلة نيابية ومرشح دائم للرئاسة لكنه حليف وعم بيقول أنه هذا بد يكون رئيس جمهورية ولما الحوثيين بيطرحوا مشروع حكومة وحدة وطنية في اليمن مش عم بيقولوا تسلم بسوريا قضاء الإرهاب إغلاق حدود وقف تبويل وقف تسليح للجماعات المسلحة فرض سيطرة الدولة حكومة تشترك فيها الأطراف الراغبة بأن تكون جزء من حل سياسي تضع دستورا جديدا تمهيدا الانتخابات لأن محور المقامة حتى روسيا يعني كل طلبات هذا المحور المواجه للهيمنة الأمريكية للقطبية الأحادية للحرب الإمبراطورية التي خضتها أمريكا من غزوتها لأفغانستان والعراق وصولا إلى ما سمته كذبا بالربيع العربي في محاولة أخونة المنطقة وأخذها إلى العثمانية الجديدة هذه المواجهة تدار بشعارات عقلانية وتدار بأهداف موضوعية معقولة لا يمكن الحديث عن أنها تعجيز وأنها يعني مبالغات في تقدير القوة لذلك الأطراف التي رفعت شعارات فوق الواقع طيب ما ثبت أن شعار إسقاط الرئيس الأسد غير واقعي يعني ما بدي نايش أنا باللي بتحب وما بيحب باللي مع واللي ضد أنا عم نايش بالواقعي يعني حزب الله رفع شعار الرئاسة لميشيل عون في لبنان بتحب بتكره موضوع تاني بس ثبت أنه واقعي ولا مش واقعي بالعلم بالفقه بالفيزياء بالقانون في مبدأ دليل الإمكان هو الوقوع يعني بتقل لي إنه هاي إذا نميناها من هون بتنزل بللك هي نزلت معاش تسألني في إمكانية الوقوع هو دليل الإمكان المقاومة إذا قاتلت بشراسة وبثبات وبإخلاص وبوفاء شعبها معها بتطرد الاحتلال حتى لو كان قوة عاتية وراءه قوى العالم كنت بللك في أمل أما بعد الذي جرى عام 2000 بللك أكيد ممكن دليل الإمكان الوقوع أنه وقع بتقدر مقاومة إذا هجم عليها جيش مدجج بالسلاح وعنده قدرة تدمير ونار والعالم مأيده مساندة سياسية وهي تملك إرادة وعزيمة وشعب أن تصمد وتكسر إرادته دليل الإمكان هو الوقوع وقع في عام 2006 هذا فهو ممكن والآن إذا كان ترشيح العماد عون للرئاسة عبدالحكي على أصعب شعار رفع حزب الله في المعادلة اللبنانية من تاريخ نشأت حزب الله رفع شي مرة شعار أصعب من هذا ويتصل بقضية شو أعلى شي بلبنان نتقول بالسياسة بتغيير النظام ببناء الدولة بتولي السلطة ما شو مرضاك تسميها في السياسة اللبنانية مش أعلى استحقاق هو انتخاب رئاسة الجمهورية طيب في مقاربة انتخاب رئاسة الجمهورية كان حزب الله محايدا كان الأمر تضيد سوريا بالعلاقة مع الأطراف الدولية والإقليمية الأخرى ميشيل سليمان كان هو يعني دوره فيه جزئي وثانوي جدا الآن جاء حزب الله ليقول من بداية الاستحقاق الرئاسي وقبل ما تنتهي ولاية ميشيل سليمان ندعم ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية شوي لا نرى بديلا عن العماد عون لرئاسة الجمهورية شوي ان العماد عون ممر إلزامي لرئاسة الجمهورية شوي من يريد البحث في رئاسة الجمهورية فليذهب للعماد عون فليتهمون بالمسؤولية عن الفراغ لا يهمنا لا رئي جمهورية في لبنان الا العماد عون هذا الشعار الذي بدأ انه تعجيزي مشاهد طلع واقعي والله مش واقعي بس حدا يفكر بدليل النصار شو هو واقعي الروس قالوا نحن مع بقاء الأسد في ظروف كان يبدو فيها انه الوضع منك بسوريا وأوباما قال ايام الأسد معدودة شو طلع داخلكون التمسك ببقاء الرئيس الأسد ورفع تثبيت وتدعيم وتزغيم وتمكين رئاسته ودولته شعار واقعي ولا مش واقعي اللي تبنته روسيا ايران حزب الله كل الحلفاء شك وآخرون هلأ سوريا معاش فيها ولكن يلاقوا حل هذه حرب بدت شيء للأخضر واليابس خلي هو الرئيس الأسد يدقي حدا انقذوها للصة لأنه هولي بدهم مرح خلوه شيء ما في ناس كانت عم تقول هالكلام بالألفين وطلعتاش وألفين وطنعاش جاءوا تذكروا اللي تمسك وبيّن انه انتحاري انه شو عم تقوله انه لا بيبقى الرئيس الأسد أنا مذكر في ناس يا ما في ناس يعني لو منراهن كنا عملنا ثروات على المراهنات لأنه كانوا مستعدين تشارت بيقولك كيف تشارت وهو كل الدنيا عم بتقول خالصة طيب اللي قال ان شعاره في سوريا ما عمليش هون المراهنة والمشارطة والتحليل والتوقع والتدبؤ لا أنا أقول الذي كان شعاره في سوريا حماية مكانة ومهابة وموقع الرئيس الأسد هذا شو مشروعك بسوريا إنني أبذل الدماء مش هيك كان شعار حزب الله مش هيك موقف الرئيس بوتين أنا حاطت هيبة روسيا من أجل حماية وتثبيت مكانة وزعامة ومهابة الرئيس الأسد شعار واقعي ما بيله أوباما حاطت مال واسلاح ومخابرات ومهابة أمريكا لما بيقول أيامه معدودي وعليهان يرحل مش هيك من منهما بدأ أنه الأكثر واقعي للوهل الأولى بيّن أوباما أنه هو الواقعي وأنه الحرب في كل أنحاء سوريا والدنيا طابلي زامري يمين شمال طيب مين اللي شعاره بيّن واقعي محسوب طيب باليمن شعار الحوثيين أنه منصور هادب يرحل كتار كان يقوله أنه هذا يروقه ودورها السعودية كيف بد يرحل طيب هاي السعودية مضت على حيله هلأ بعد شهر بعد ست شهر بعد سنة بدأ تعس مش هودا الأصب بس لما بتطلع مبادرة سياسية معلنة اسمعوها على العربية كيف عم بذعوها وكانت المبادرة التي تقدم بها وزير الخارجية الأمريكي وتبناها ولد الشيخ وتمت إقرارها في مسقط تنص على تسليم منصور هادي للرئاسة إلى نائب رئيس متفق عليه مع مين تفقوا تفق الكيري مع محمد بن سلمان ومحمد بن نايف ومع سلمان شاف التلات لما إيجا على جدة وبالتالي مين شعاره الواقعي أنا هون عمقول في القراءة السياسية بالقراءة السياسية لما إيران قالت تشريع ملفنا النووي قبل 20 سنة 15 سنة كان إنه شو عم تحلم إيران مين بديوا يعترف له بملف النووي طيب اعترفوا له والله ما اعترفوا له هلأ عم بيفاوض ترامب بيقول إنه بدي عدل بعض الإشياء ومدل شو عم يخرف لأنه بده وبده عنوان لأمريكا القوية ما عدا يفكر عم نقول عن ترامب إنه حداً بده يتنازل وبده يسلم وبده وادمي ومتواضع وأبدا هو أمريكا في نسختها الجديدة التي تريد التموضع وراء مصادر قوة تمكنها من التفاوض من موقع القوي غير القوة العسكرية وبالتالي لكن واقعياً كله عم بيفاوض على التفاوض مش عشي تاني طيب كان الرهان إنه بيقبلوا يفاوضوا وليش لا إيران بيعزلوها وبيكسروها اليوم إذن العالم يتغير ونحن في مرحلة انتقالية هالمرحلة انتقالية في السياسة معها مرحلة انتقالية في الثقافة في الثقافة ننتقل من ثقافة العولمة إلى ثقافة مثل ما إلنا سميناها الوطنية الفجة اللي معها كل هاي العشوائيات هاي العشوائيات اللي عم شوفها بالفكر بالتعابير بالمصطلحات بالثقافة موديل ترامب هاي العشوائية هي تعبير عن مرحلة الانتقال ورح نشوف مثله مثل حكي منصور هادي إنه يروحوا على منفى يختاراني هاي عم تحسوا هذا جاي من المريخ وليس عم يحكي إنه واحد عم يخسر عم يخسر عم يخسر وجاي عم بفع خطابات من هالنوع هاي العشوائية هي تعبير عن مرحلة المخاض مرحلة البحث عن المكان المناسب بالحجم والدور بدت تلاقي هذه القوى المكسرة للأحجام بدت تلاقي ما يتسع لأحجامها الجديدة فبتحاول توسع إذا بتقدر تنضغط بترجع بتقبل أقل بتحاول توسع بتنضغط بترجع بتقبل أقل هذا المنطق يؤدي إلى مشاحنات وإلى اشتباكات وإلى احتكاكات وإلى حرارة وإلى تصادمات لكن في النهاية في مسار هون أنا بدي وقف شوي أمام العملية السياسية اللي بدو يفتحها هذا المسار يعني نحن اليوم قدام معركة حلب قدام معركة الموصل قدام معارك اليمن قدام الاشتباك السياسي الكبير في لبنان بس نحن بالآخر راحين على محل هذا المحل واضح أن فيه تثبيت لاستقرار أمني أمني عماده القوة الضاربة لمحور المقاومة في استقرار أمني بلبنان في الجيش اللبناني اللي هو شريك للمقاومة في مواجهة الإرهاب وإسرائيل بس في قوة المقاومة بسوريا الجيش هو المقاومة يعني الجيش هو عصب من أعصاب هذه المقاومة الأساسية بالعراق فيه الجيش وفيه الحجر الشعبي هو اللي هو أصل بنية المقاومة باليمن فيه الجيش وفيه اللجان الثورية وانصار الله اللي هي عصب المقاومة طيب نحن قدام مشهد أن الاستقرار الأمني القادم بعد سنة راح نكون قدام مشهد سوريا كيف العراق كيف لبنان كيف اليمن كيف هذا الاستقرار الامني معه قيمة مضافة في السياسة في السياسة قوى المقاومة شريكة بامرين على الاقل بحق الفيتو انه مفشي بيمشي بلاها وبالقدرة على صناعة معادلات تراكمية لتعزيز مصادر القوة شاك؟ ما نحكي بأحلام انه باليمن رح يصير عنا يعني جنات عدن وبالعراق رح يكون المن والسلوى وسوريا خلال سنتين رح ترجع تعمر كل ما تهدم وتصير جاهزة لتعمل حرب على اسرائيل مش هذا اللي عم نقوله بس عم نقوله انه رح يكون عنا مشهد فيه قوى المقاومة برموزها وقياداتها تملك حق الفيتو ما في شي بيمشي بلا رأيها ما في شي بلا الرئيس الاسد بيصير بسوريا ما في شي بلا حزب الله بيصير بلبنان ما في شي بلا الحشد الشعبي بيصير بالعراق ما في شي بلا الحوثيين بيصير باليمن هذا كيف ومعه زيادة علام مكانة تسمح ببناء تراكمي لتعزيز مصادر القوة بناء تراكمي لتعزيز مصادر القوة السياسية في سوريا بتجديد الحزب وتجديد الجبهة وتجديد العمل السياسي لأنوا رحين على انتخابات رحين على اساليب عمل مفتوح وحريات سياسية ومعارضة وأحزاب وهذا تراكمي لتجديد وتصعيد مصادر القوة بلبنان نفس الأمر هلا إذا هذا هو المشهد اللي رحين عليه حدوا نحن بحاجة لأن نقرأ أن هذا المحور هون بدي أعمل هيك بين قوسين بحاجة محور المقاومة أولا بحاجة لأن يعرف مصادر قوته وحلفاء وخصومه بحاجة يعرفوا مصادر قوته والحلفاء قبل الخصوم وهون أنا أتوجه بما تبقى من الوقت بنقطتين نقطة الأولى إلى حلفاء قوى المقاومة القيادية اللي بقصد بقوى المقاومة القيادية حزب الله الرئيس الأسد في سوريا الحجد الشعبي في العراق الحوثيين في اليمن حلفاؤهم مطالبون بأن يقدروا حجم قوتهم يؤروهن منيح ما يستخفوا بالتزاماتهم وبقدرتهم على الإنجاز لأنه هذا اللت السياسي اللي منسمعه بين وقته وتاني أنه هلأ ورح ياخد لبنان مثال وإيه سعليه إذا حلفاء حزب الله اليوم بلبنان بعد كل اللي صار بعد الإنجاز بيوصول العمادعون إلى الرئاسي ببلشوا يحكوا أنه في ألاء القوات تقدر تاخد العمادعون من حزب الله ومن حضن حزب الله والتآمر على حزب الله الدعاء والفهم الدعاء والفهم المبالغ به كقلة الفهم إذا كانت هالقوة اللي اسمها حزب الله اللي عملت كل هذه الإنجازات مثل ما كنت قلن أنا بالزمانات لبعض الأطراف اللبنانيين أيام قرنت شهوان و14 أذار ببداياتها قلن يعمي نققوا واختاروا وصف للسوري يعني السوري السياسي يعني الدولة السورية وتدخلها ومعادلتها بلبنان ساعة بتقولوا أنه جماعة جهلة ومتخلفين وشو بجيبون يا خي لللبناني هذا اللبناني الدولي المنفتح على العالم العايش ما يحدث في كل أنحاء الدنيا طيب عا وساعة بتقولوا ما بصير شي باللبناني خي ما هوا بكونوا مخططين السوريين ما بشي ما بيعرفوا على التفصيل بتقولوا هاي صار الفين خي ما يكونوا هني وراها طيب يا إنه هالأد متابعين وحاضرين وكمية من الذكاء والتخطيط والقدرة يا هاي ما مجتمعوش سوا وانتوا يا شباب يا حزب الله هالأد رؤيته وقدرته على التخطيط والاستشراف ومراكمة مصادر القوة لبلوغ الهدف لأنه ما فيكنتوا لولي انتصار الألفين ستروبيا وصدفة وانتصار الألفين وستة متله وسبعة أيار متله وهلأ وصول العماد عون مثله والانتصارات بسوريا كله هايك يخي إذا توفيق رباني فناموا لأن التوفيق الرباني مكمن شاه وإذا عبقرية في القيادة كمان سلموا لها العبقرية في القيادة يخي يعطوها فرصة مش سلمولا لا تتزاكوا وتتشاطروا عليها وتعملوا لها محاضرات انكن أفهم تروي بس نأشوها بالموقع الند للند يعني قبلانين انكن تتواضعوا وتقبلوا انه انتو أدكن أد حزب الله في التفكير أد السيد حسن وانتو أد الرئيس الأسد بالتفكير ما بصير كان لازم ما يعمل يشيل لازم يضرب على تركية صواريخ وينزل المتفجرات بالسعودية ويكسر قطر على رأس صحابها وما يجعل الصواريخ شو عم تعمل يزدت على إسرائيل تتذكروا هذا الحكي نظريات للرئيس الأسد شو لازم يعمل لأنه ما بيعرف يعمل طيب بعد الذي جرى طلعوا بيعرف يعمل ولا لا يا شباب تواضعوا شوي تواضعوا شوي حاجة تطرقوا نظريات حاجة تعطو نصائح كأنكم أنتم من صنع التاريخ بالكاد شرف كبير إلنا وإلكم أن نكون شهود على صناعة هذا التاريخ أنه نحن عم نرأبوا وعم نشوفوا كيف عم يولد قدامنا لا ندعي صناعته اللي صنعهه معروفين نشهد لهم أضعفوا الإيمان أنا ما عملكم تعملوا مثله تشهدوا لهم بالتقدم وبالعبقرية وبالقدرة وبالأهلية أنا عملكم أنتم أعلى وأنتم أهم يخيي تواضعوا وقبلوا أنه أنتم ند لن ند مثلكم مثل الرئيس الأسد مثل السيد حسن بس لا تأستزو هاي أول وحدة الثاني بدي أقول للحلفة لقوى المقاومة مش ع طريقة الآخرين لا أمامنا تحديات قادمة وهذه التحديات القادمة في السياسة وهذه التحديات القادمة لا تجدي في مواجهتها آلات العمل القديمة نربح الحروب بروح وبمعنويات وبآليات عمل غير التي تربح فيها المعارك السياسية ونحن جايين على المعارك السياسية وأنا بالمعارك السياسية مش عمقول أنه نحن الانتخابات بده طريقة بده الحريات بده طريقة إدارة الشأن العام ومشاكل الناس والمعيشة والفساد ما فينا نهملهم عندما يقف صوت الرصاص والمدافع هو اللي بيدفع السطح ما بصير نضيع الإنجازات العظيمة التي صنعتها دماء الشهداء بالتهاون مع الظواهر السلبية الكثيرة التي ستطفع على السطح عندما تهدأ المدافع ويقف إطلاق النار الأهم اللي بدي يقوله الأهم الفتن شو هي الفتن هلأ أنتوا إذا ملاحظين بلبنان مثلا صار عندنا شغلتين بالأسبوع الأخير هيك من غايب علم غايبها ما حدا منتبه له وحدة اسمها أنه في الجامعة اللبنانية أغاني فيروز يمنعها حزب الله وحدة اسمها أنه جدار على أطراف عين الحلوة وبيطلع بالآخر الجيش اللبناني يعني معه حزب الله عم يعمل مثل الجدار اللي عاملينه الإسرائيليين حول المناطق الفلسطينية وقايم الدنيا وقاعدة والفيسبوك والإعلام والعربية والجزيرة محاولة الاشتغال على التباينات الثقافية للأمزجة الشعبية لجعلها تتصادم بين قوى الحلف يعني العمادعون جمهوره غير جمهور حزب الله ثقافته تنفير جمهور العمادعون من جمهور حزب الله وتنفير جمهور حزب الله من جمهور العمادعون جمهور العمادعون بصير بيحكي مسيحي أنه نحن والقوات والقوات وجمهور حزب الله بصير بيحكي ديني مغلق بعد شوية بصير مثل نفس الخطاب الأخوان المسلمين والجماعة الإسلامية انتباه انتباه إلى الفتن الفتن من هون بتجي بتجي من خلع المزاج الثقافي عن شريكه في المزاج الثقافي بالتركيز على الخصوصية التصادمية بسوريا ممكن تصير بسوريا ممكن تصير عساس طائفي بسوريا ممكن تصير عساس علماني ديني انه حزب الله يفكر دينيا حزب البعث يفكر علمانيا شو في قصة ممكن بكرة يشتبكوا عليها عميد بجامعة يمنع الحجاب تقوم لإيامي عمول الانتباه وهاي قصة تافة وصغيرة بتلاقوها صارت مثل النار بالهشين مثل النار بالهشين وفي ناس من قبيل مرات الإثارة انه هاي قضية شعبوية يعني بتعمل لك جنية على قصة بتعمل لك حكاية على قصة بتعمل لك ردية بتعمل لك شعار بتعمل حملة بتعمل هاشتاك وبتولع الدنيا ما نحتاج اليه هو الانتباه من الفتن ما فينا نحيط بعقلنا بكل فرضيات واحتمالات الفتن بس عم نقول الانتباه للفتن لمصادرها مصادرها قضايا تقع على حساسية المزاج الثقافي مطلوب هاي الانتباه لها وأول شروط الانتباه لها شو هو هو جعل الثقافة الخصوصية لها حدود القوة العسكرية لفرض إيرادات سياسية مش لفرض نمط سلوك اجتماعي ثقافي لا حزب الله بحلو يمنع بالجامعة اللبنانية ولا غير حزب الله بحلو يفرض عليه بالجامعة اللبنانية تواضع الثقافي لقبول معادلات القانون ومعادلات الدولة ومعادلات الشراكات هو شرط من شروط الرفعة في مستوى النصر رتبة النصر رتبة النصر تشبه الذي جرى في عام 2000 عندما دخل مقاتلون المقاومة إلى المناطق التي كانت تحت سيطرة اللحديين وكانوا يرون بأم أعينهم الذين اعتدوا على بيوتهم وعلى عائلاتهم لكنهم كانوا يتصرفون برفعة النصر رفعة النصر إلى مندرجات بكل مستويات الحياة بكل مستويات الحياة بالثقافي بالمجتمع بالسياسي وهذا هو الشرط لمنع وقوع الفتن إلى اللقاء في الحلقة برنامج سياسي أسبوعي على شاشة توب نيوز 60 دقيقة مع ناصر قنديل تحليل لأبرز الظواهر السياسية خلال أسبوع مواقف قادة وناشطين مسائل وأسئلة مسجلة ومرسلة للأستاذ ناصر قنديل يجيبكم عليها 60 دقيقة مع ناصر قنديل 60 دقيقة مع ناصر قنديل المترجم للقناة